بسم الله الرحمن الرحيم. وما اتيتم من العلم الا قليلة. ان شاء الله النهاردة جماعة اتكلم مع حضراتكم. اخر محاضرة. النهاردة ان شاء الله على تلات موضوعات مهمين جدا. الموضوع الاولاني هو الموضوع التاني هناخد من اللي هو الهدك. ثم الموضوع التلات والاخير هنتكلم على نبدأ بقى دول التلات موضوعات اللي هنتكلم عنه النهاردة بامر الله. نبدأ بقى هنتكلم على اه اول درس بالنسبة لنا اللي هو ايه المطلوب مني رمعه في مطلوب مني تلات نقط. اول نقطة هي خلي بالحضراتك كده عود نفسك دايما لما تجي تذكر بتحط اللي هي دي قبل ما تبدأ كده نفسك. ايه المطلوب مني عشان احفظ درس او آآ مطلوب مني مطلوب مني مطلوب مني اخد اجزامبلز. ثم نمبر تري دول التلات نقاط اللي هنتكلم عنهم بالنسبة تعالى الاول نبدأ نشوف بتاعه جماعة. اه ده اللي هو بالعربي المريض بيجي لك كده يقول لك يا دكتور انا عندي واجع بيسمع في مطلوب كزا. الالم اللي هو بيسمع. مسلا واحد عنده واجع في جانبه اليمين وبيسمع مسلا في واحد عنده مسلا اه واجع اه بدأ اه بعدين بدأ يجي يسمع في واحد عنده مش عارف واجع في اه كزا وبيسمع في كتف الشمال. يبقى ده اسمه الالم اللي بيسمع. يبقى ده جماعة اخد بالك بقى معايا ده سؤال للطلبة يعني المتميزة شوية هو جزء من يعني ايه كلمة ايه الفرق من الاتنين دولة جماعة بصوا معايا كده هقول لها حواتك حالا دلوقتي. آآ مريض بيجي يقول لها دبتور انا عندي واجع هنا الشخص حسب كان طيبز من المين يا جماعة حسب نوعين حسب والسكندري. انا عندي واجع في جانب اليمين وبيسمع في كتف اليمين. لكن بقى البيش هتمكن يجي يقول لي ايه? انا عندي واجع في كتف اليمين. قلت بالله حضرتك كده معايا. هو ما حسش وهنا بقى ده هو هنا بقى اهمية لان الريفيرت بين. لان الريفيرت بين انا دلوقتي لو قاعد في العيادة مريض جاي بقول لها دكتور انا عندي واجع في كتف اليمين. خلاص انا انا اتجاه كله مسلا هو جات له عنده 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 اي كزا. وابدأ اعالج على اساس ان البين اصلا في في كتف اليمين. مع ان القصة ملاهاش علاقة خالص بكتف اليمين. ده ده بين بيسمع من منطقة بعيدة. جاي مسلا من الجول بلادر. الشخص ده عنده مسلا حفظة في المرارة. او عنده اكتهفة في المرارة. او بيسمع في كتف اليمين. بس هو محسش البرايمري. محسش محسش اللي بدأ من البداية. لكن لو حس بالاتنين. ده الموضوع كده سهل. ما هو انا عندي واجع في كزا وبيسمع في كزا. خلاص اه اتجاهي راح للمنطقة الاولينية اللي فيها ده اللي هو يا جماعة. تمام. اه يا جماعة او انا اتفقت مع حضرتك المحاضرة اللي فاتت ان فيه تلاتة انواع من البين كوتينيس ديب اند فيزرل. خد بل حضرتك بقى كده من الان بي دي. واحد عنده حرق في الجلد ما بيحسوش اللي في الجلد في المنطقة المحروقة بس. ما بيسمعش في حيطة تانية. ماشي كده يا جماعة? يبقى تاني. طيب. تعال بقى نشوف النقطة اللي بقى اللي هي الريفرد بين. اه. الريفرد بين اللي بيحددها لي بمعنى ايه? بصوا معي. تعال كده نشوف ونشوف معنى كده معنى كلمة الدرماتوم الرول ايه? يعني مسلا انا في عندي لما اجي بص على مسلا الريفرد بين. بقى ايه في الريفرد في الريتسكاتيلا. اهه? جاي من قدام وبيسمع في الريتسكاتيلا. منطقة منطقة الاستوق بلقى ديما بيسمع في يعني ممكن يكون في عيانة جماعة عنده مسلا بيبتكالصر عنده كرحة في المعدة. وجاي ان عنده وجع في ظهره من ورا. اوكاي? فانا كدكتور مسلا عظم ابدأ ادي له مسكنات. انا مش في دماغي ان القصة دي ان هو ريفرد من الاصمك. ابدأ ادي له مسكنات. والمسكنات تزود الطين بلا لانها بتزود قرحة المعدة اكتر. لما نيجي مسلا ليه? الابندكس. الابنديكولار بين. بتبدأ الاول اراوند امبليكس. حوالي نسطرة كده. وبعد كده تبدأ تاخد الجنب اليمين. لما نيجي نبص مسلا على الرينا الكوليك. لو الرينا الكوليك المغس الكلوي. فوق. هتلاقي بيسمع دايما في الباك. في اللايين. في منطقة اللايين من ورا. واجعت كلا دايما بيسمع ورا. طب لو مسلا الحاصوية موجودة في أو المدل تيرد التاع اليوريتر توب لو الحاصوية موجودة في خدت ورا حضراتك يا جماعة بيبقى قلم بيسمع عندي في التستس وهكذا. في الفيميل بيسمع في منطقة الجراين. اه بقى اخد بالك اللي هو اللي هو بيبقى يعني بنسمى لو انا مش واخد بالي بيه او او اوير بيه احنا يمكن اصلا بنضي المحاضرة ده عشان هذا النوع من الفين اللي هو القاردياك بين يا جماعة. قلم القلب. القاردياك بين شايف انت قدام حضرتك اهي المنطقة اللي هي باللون البينك دي اهي بص معي ده القاردياك بين. تمام? هو قلم الهارت بيبقى الشخص بيحس بيبقى بيبدأ اهو ورا مطقة خد الكتف الشمال وممكن ياخد معايا او 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 ولو شوية جماعة ممكن يطلع فوق وبياخد ده لو على حسب بتاعت البين يعني. فطبعا انا لو جاي بيشتكي من قلم في كتف الشمال اه انا ممكن اه يعني اه يعني الدنيا تبوز معايا خالص. لو انا مش اوير ان ده ممكن يكون جاي منين? جاي من الهارت. بس ده مش معناه ان كل شخص يجيه اللي عنده قلم في كتف الشمال على طول اقول ده كاردياك بين. لا طبعا. هو الكاردياك بين بيبقى مشخص نفسه. هو بيبقى معاه ديق في النفس. مش عارف ياخد نفسه. فيه رف ده. الشخص خيب خلاص حاس انه بيموت. اه واخد 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 ونزل ونزل اللي تحت. تمام? يعني حاس ان في حاجة طبقة على سيدره جماعة. لكن اللي بيجي في الهارت ده. اللي بيجي دايما في البنات اه ايام اللي امتحنات او الشباب ايام اللي امتحنات او اللي بيجي مع ده بنسميه يا جماعة. يعني بيبقى لب نفسي يعني. ما بيبقاش لعلاقة خلاص بالموضوع الهارت يعني اللي هي الشكل اللي بتيجي في القلب دي. تمام. الكاردياك بين ممكن نيجي بحاجة غريبة جدا. كتبال حضرتك كده معي. ممكن الشخص يحس كل القصة في هنا في المنطقة دي كده يا جماعة. في الاستمك. واحد يقول لك يا دكتور انا عندي حرقان في المعدة. بس حرقان في المعدة. حرقان في المعدة وابدأ اعالجه ان هو عنده خموضة. وابدأ ادي له حاجات وابدأ له حاجات تعالج قرحة المعدة وقصة ملاش علاقة بالمعدة تماما. قصة كاردياك بين. الشخص ده عنده فوق زفحة صدرية. عنده انسيدات في الشرعين بتاعة الاية جماعة بتاعة القلب. طيب برضو يا جماعة عشان اطمنك. لأ انا لازم باخد يعني انا مش كل جاي لان هو عنده او عنده ان هو عنده في حاجات بنسميها بمعنى ايه? الشخص ده كبير في السن. الشخص ده مدخم. عنده ارتفاع في الكولستيرول. عنده سكر. ديابتك. آآ عنده ان هو عندهم مثلا بابا او مامته او جده او جدته كان مات قبل كده بالكاردياك الرست. على طول ابدأ لأ. ده انت عندك طب الاول اعمل لرسمة قلبك كده. نتطمن على قلب بتاعك. خذت برا حضرتك. يبقى آآ دي طبعا هو اهم عندي بالنسبة للي هو ايه? اللي هو طب ايه? ايه علاقة بقى الحتة اللي انا آآ عادتها اللي انا عادتها دي. اللي هو ده. ايه علاقة يا جماعة منطقة دي. يعني ليه مسلا المغس الكلوي بيسمع في منطقة بيسمع في التسبيس في الميل مسلا. آآ ليه مسلا ان القلم بتاع الهارت بيسمع في الليفت شولدر والليفت ارم وكلام من ده. لو انت حضرتك ليه الجول بلادر بيسمع في التب بتاع راتس كابلة? لو انت بصيت كده اناتوميكالي هتلاقي ان النيرف بتاع الفيسكس وبتاع المنطقة اللي بيحصل لها ريف راس دلتين. نفس النيرف سابلاي. يعني مسلا الجول بلادر سابلايت باي برانش من الفيجاس نيرف. التبع بتاعت الرايت شولدر سابلايت باي برانش من الفيجاس نيرف. الاتنين لهم نفس النيرف سابلاها جماعة. لان في او او في علم الاجنة كانوا الاتنين متكونين في المكان واحد. يعني مسلا الكلية لما بتتكون بتتكون في البلفت. في الحض. وبعد كده بتطلع تاخد المكان بتاعها اللي موجود في الابدومن. فلما الكلية بقى فيها فين? المنطقة اللي كانت فيها وهي في منطقة او في منطقة اثناء علم الاجنة. الاستومك مسلا او مسلا الابندكس لهم نفس النيرف سابلاها جماعة لانها كانت كانت مكونة في المنطقة دي. وبعد كده هجرت للمكان بتاعها اللي هي موجودة فيه في وهكزا. طيب تعالى بقى نشوف النقطة الاخيرة في اللي هي ازاي بيحصل تمام? يعني كفاءة قوي يعني انا اهم حاجة بالنسبة لي اللي هو ده يا جماعة اللي هو واحفظ معام مثال او اتنين زي ما حقيقي يعني. تعالى بقى نشوف الميكانزم بتاعت الرفيرت بين. الرفيرت بين اكسبلا. ديس ميكانزم اسكولد كونفيرجنس بروجيكشن تيوري. تعالى نشوف بقى ان كل كلمة في النظرية دي مهمة جدا ان انا بقى فاهم معناها ايه? اه ما معنى كلمة كونفيرجنس. بصتوا كده معاها جماعة. اه ده الجزء اللي هو الديزيز ديفيسكس اللي هو جايب لي اكزامبل بالنسبة اللي هو الهارت اهو. ده الهارت اللي هو اتنوز اوبرولاندي. وبعدين تطلع اللاترة الاسباين وسلم تتراكت تروح للسلامس. ومن السلامس الى السريبرال كورتكس. ده البصوية ده البدع اللي قدام حضرتك اهو اللي ماشي بالانميل اللي قدام حضرتك ده. تمام. الفكرة بقى انا عايز اعرف ليه السريبرال كورتكس كونفيرج او تروجيكت ان البين ده جاي من اين? جاي من الاسكين. فوضح قدام من الرسمة ان الديزيز ديفيسكس اللي هو الهارت واضح قدامنا جماعة. فالبين اللي ارائزز فروم ده سكين. بين ارائزز فروم ده هارت كونفيرج. واضح جدا معنى جلمة كونفيرج اهو على ممكن يبقى الكونفيرجنس ده على مستوى الدورز الورنسل. ممكن يكون الكونفيرجنس ده عند السلامس او ممكن يكون الكونفيرجنس عند السريبرال كورتكس. تمام. الجزء التاني بقى من النظرية بيقول ايه? يعني معتادة. تعال نشوف معنى الكلام ده يا جماعة. بس هاد احردك مسال بسيط خالص. انا هافرض ان دهنا في صحبي حبيبي اللي معايد في الكلية. او زي ما انتم بتسموه الانتيم يعني اسمه مسلا محمد آآ علي. تمام? اه. وفي واحد تاني صاحبي يعني ايه مجرد زميل اللي هي في الكلية اسمه مسلا محمد ابراهيم. انا معتاد ان دايما محمد علي ده اللي بتتصل عليها لو غبت يوم من الكلية دايما بتتصل انت فين واش عارف ايه كلام من ده. طيب هلا فرضنا انا مروح مسلا من الكلية لقيت مثلا باباك بيقولك ده محمد رن عليك. سيادتك هيجي في بلك مين يرن عليك? محمد علي. مع ان ممكن يكون يا جماعة محمد ابراهيم ده هو اللي كان رن عليك. هي دي النظرية بالزبط. انا عندي الهارت الهارت نادرا ما بيتصل على يعني يتصل يعني نادرا ما يبعد بين طبعا هنا انا واخد الهارت كاكزامبل للفيزرا لان كل الفيزرا جماعة محمية لكن منطقة الجلد بتتصل كتير ع سريدرا الكورتكس. يعني مسلا الاسكين متع وانت ركب المواصلات ممكن تتخوض في كتفك الشمال. انت بتهزر مع صاحبك خطبك في كتفك الشمال. فسريدرا الكورتكس معتادة ان مني دايما ببعتلاقي بين امبالسيس? سكين. فلما الديزيز دي فيسكس اللي قدامي اللي هو الهارت هو اللي يتصل بالكورتكس. الكورتكس تعتقد ان البين جاي من هنا جماعة جاي من عشان كده ان البين جاي من. نقول بقى النظرية بالانجليش. and the skin to which the pain is referred. has the same درماتومال سبلاي او the same درماتومال سبلاي. زي المثال اللي قدامنا على النقطة التانية بقى في النظرية. اتفهمك كده جماعة? انا بحب او الشخص اللي بيجي يصحح كلام ده في الانتحان بيشوف التلات كلمات دول يا جماعة. كلمة كونفيرجنس. لعنى النظرية اسمها ايه? كونفيرجنس بروجيكشن. وفي الاخر كلمة اللي هي بعتت الانبس وفي النص كلمة خلاص يبقى انا عندي الدول التلات ايه? التلات كلمات. اوكي? نتفهم الرفيرجنس بين? تمام. نخش بقى على النقطة التالية. هنشوف بقى دلوقتي من الرفيرجنس او الصداع. المطلوب ايه من حضرتك في الصداع? المطلوب ان احنا هنعرف اه ميكانيزم اوه 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 دول الاربع نوات اللي هنتكلم عنهم دلوقتي حالا. هنشوف الهدك هي بتاع الهدك هو من اسمه واضع طبعا هو 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 ممكن بيبقى طبعا هدك ايه هي بقى ده يا جماعة اخد بقى حضرتك كده معي اللي موجودة في الهد. عندي هنقسمها ايه لحاجتين? دي حاجات موجودة في الهد او موجودة في الراس بس في منها حاجات موجودة وحاجات موجودة حاجات موجودة في الجمجمة بس برة وحاجات موجودة جوه مثلا زي ايه فروط الراس كل الحاجات اللي موجودة في الاسكلب العين السنان ونزود رقم خمسة اللي هي القير الودان طبعا دي حاجات ايه جماعة موجودة اكسترا كرينيال اخو بالي من حاجة مهمة جدا يا جماعة قولنا المعلومة دي قبل كده قولنا ان ما ينطبق على الجسم او ما ينطبق على الفيزرب ينطبق على البرين مليان برينكما لكن الحاجات اللي هنتكلم عنها حالا دلوقتي في اربع موجودين اللي هي ايه بقى الارتريز ميدل مينجا الارتري دا كاكزامبل الفيناس ساينسز دا ديورة كافرينك دا سكال بيز تنتوريام سرابلاي والديورة والحاجات دي طيب الاربع حاجات دول هما دول يعني انا طول ما لو فيس اي حاجة عاملة واحد مثلا سيه عنده او هايدات او اي ماس موجودة في البرين طول ما هي بعيدة عن الاربع حاجات دول الشخص مش حاسس حاجة خالص انا معنا انا لو انا مسكت مصمار كده واعدت اقطع في البرين طول ما انا بعيدة عن اي حاجة من الاربع دي بعيدة عن الارتريز والفينز والنيرفز اول من انجيس خلاص الشخص مش حاسس في بين لان البرين اوكاي وخلي بالحضرتك كده لان دي اللي هناخدها في الميكانيزم بتاعت الهيدك انا ازاي بقى بحس بالصدع قبل ما نتكلم عن الميكانيزم بتاعت الهيدك تعال نشوف كده يعني الشخص بيحس البين فين يا جماعة طبعا ممكن تحس البين في منطقة مقدمة الرأس بنسميه فرانتال هيدك يبقى في الوقت ده ابقى انا عارف ان حصل البين وهنا اللي شايل البين في الحالة دي اتراجمنا النار اوكسيبيتال هيدك بين في مؤخرة الرأس هنا يبقى انا تحت تنتوريام سريباللاي يعني انا عندي تنتوريام دي كده اهو انا فوق التنتوريام يبقى البين في الحالة دي هيتحس في مقدمة الرأس تحت التنتوريام سريباللاي هيتحس في الاوكسيبيتال ريجون وفي الحالة دي يبقى اهو زي ما نشوف قدام حدك المسال اهو ده ده الفرانتال هيدك وده الاوكسيبتل هيديك. وده تيمبرال هيديك طبعا. وده زي ما نشوف ان شاء الله دلوقتي اللي هي المايجرين او الصداع آآ النصفي. زي ما احنا شايفين طالما ان هو يبقى انا كده تحت يبقى على طول ده انا هنا في منطقة يبقى انا كده ده هبقى عن ده او آآ سينوسيتس او اند اي هيديك يعني. اللي بيجي دايما في مقدمة الرأس لتحت كده. تعالى نشوف مع بعض بقى ميكانيزم قبدا هيديك. ميكانيزم قبدا هيديك ان انا بروع على اي حاجة من اللي احنا قلناهم دلوقتي سواء كانوا او اكسراكينيا اللي يقام ما قصة تبقى اراتيشن 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 مقصود بقى زي ما نشوف دلوقتي حالا مثلا حالات او الفهاب السحائي. يحصل مسلا على او كي داي اه في حد عنده ورم في المخ. الورم في المخ ده ضغط او شادت حاجة من وضغط ناس على ارتري. ضغط على مينجيس. وضغط على نيرفز. اند سو اون. اه في مسلا دايلاتيشن او ارتريال دايلاتيشن اه كوز دي مسلا اه باي ريليز ازاي ما نشوفها وامر الله في حالات الماجرين او صداع النصفي. او ممكن تبقى قصة مسلا جاه من اكسراكينيا الماس اوكاي زي سبازم اف موسلز سبازم اف نيك اند هيد موسلز. طيب. تعال بقى نشوف النقطة المهمة اللي هي. زي ما كنا مقسمين. الى انتراكينيا او اكسراكينيا. اف كورس. هيبقى كوز دا هيدك مي بي انتراكينيا او اكسراكينيا. تعالوا نعدة عبقى كده جماعة. اهة الانتراكينيا الهيدك. اهة الانتراكينيا الهيدك مي بي. عاسد فرن منينجيا الاريتيشن. لو قننا يبقى السبب عندي منينجيا الكوزز. مينجيس. اهة. التهاب السحائي الالكهوليكس الناس اللي بتشرب خمرة الالكهول بيطلع هزي التوكسنز تعمل في المينجيز او في المينجيز الناس اللي عندها امساك موزمين يا جماعة بسبب وكل دول تحت عنوان اسمه هتلاقينا دايما بعدد لك اللي هم بقيل تمام نمبر تو البرين نفسه يا جماعة ممكن يكون فيه تيومر اوكاي تيومر دي ضغطة شدة موسعة اي حاجة من الحاجات مش شرط بس طبعا هو تيومر ده يعني ممكن اي حاجة احنا بنسميها في حاجة واخد حيز داخل المخ وصلة ممكن ده اللي هو يا جماعة اللي هو سريبرو سريبرو سباينال فليود ايه سريبرو سباينال فليود ده ده عبارة عن فليود بيبقى موجود في الصابق اراكنوية سبيس اراوند ده برين ان سباينال كورد طبعا ده بيبقى له تنشن بيبقى له ضغط الضغط ده لو زاد او قل يعمل هدك اوكاي يعني مسلا زي ايه مسلا لو قل زي حالة مشهورة جدا يا جماعة الناس اللي بتاخد بتعمل عمليات وبتاخد نص فيه انت الدكتور بتاع التخدير بيد الحقنة في في الصابق وبعدين يبدأ يسحب سبما يحقن المادة بتاعت البنج بتاعته فلما يسحب من يبدأ الضغط جواء الضغط يقل يقل يبدأ الشخص بعد اللي عملية بيشتكي من سبير هدك او ممكن يزيد زي حالات فيضغط على حاجة من يعني في الحالة اللي اتنين سواء ان الضغط داخل المخ قل انا بسحب لتحت او ان الضغط داخل المخ يزيد فانا بضغط على وجودة جوة. اه نكمل بقية الاسباب اهو فبالتالي يضغط على حاجة. ده بيديني وده مشهور جدا يا جماعة باسم اللي هو الصداع النصفي. ايه الصداع النصفي ده? هو عبارة عن الشخص يبقى عكده فجأة يبص يلاقي نص وشه مص من اول فوق من اول وممكن ياخد وينزل تحت ياخد او نص يعني. ممكن ياخد على فكرة منطقة العين بس او منطقة بس او منطقة بس. المهم ان هو يبقى ايه? في ناحية واحدة فقط. شخص يبقى عكده وفجأة يمص يلاقي فيه يحس ان في زي ما يكون واحد واخد شاكوش كده وعمال بيخبط على دماغه من جوة جماعة. ده هو يعني ايه قصة? يعني ادى ادى اهو اهو. ده اللي بيغز اللي بيحصل ان بيحصل بالمنظر ده كده جماعة. تمام? فطبعا انت حضرتك عارف ان داخل داخل المخ. فلما بيجي يحصل دي مرحلة دي مرحلة الصدع. طب مرحلة اللي حصلت في البداية دي دي بيسموها في الامراض العصبية او 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 يعني يبدأ الشخص احيانا طبعا لو هو عارف ميكانيكيت الصدع النصف مثلا الاطباء او الناس اللي شغلين في المجالة الطبي. ممكن بيعرف ان هيجيله ان بيحصل له هلوسة ممكن تبقى هلوسة سمعية يسمع صوت معين هلوسة شمية بيشم ريحة معينة يشوف حاجة معينة هي مش موجودة. فهي دي بنسمها مرحلة وبعد كده يحصل فدي مرحلة آآ بتاعت الصدع. ايه اللي عمل ويه اللي عمل عشان كده انا بقول لك ده بيتقال يا جماعة ان اللي عمل هنا هو الهيستامين. عشان كده هتلاقي دايما في علاجات داخل حاجات انتهيستامينك. حاجات ملظف للهيستامينة. طيب نكمل طبعا الضغط الدم العالي لان انا كده ببقى ضغط على ايه? على فالشخص بيحس بصدعه. اه هو واضح قدامنا زي ماك شايف معنا جماعة ده هو اللي هو اهو. حصل قدام حضرتك اهو اللي يبي يسميه ثم مرحلة اللي هي مرحلة آآ يبقى انا اسمتها الاربع نقط. النقطة الاولانية نقطة التانية نقطة التالتة نقطة الرابعة يعني اما السبب جاي من يا 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 جماعة من وخدنا اللي هي حالة تعال بقى نشوف الحاجات بقى الدرجة للناس عارفها يا اخواننا. انا دلوقت يا دكتور لما انا يبقى عنده اصداع بكشف ايه او ايه الحاجات اللي ممكن تبقى والله يا جماعة ممكن تبقى القصة جاية من مثلا. اي شخص عنده اي 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 الودن الوسطانية او الودن الوسطى. ممكن يبقى السبب جاي من التوس. توت ايك? علام الدرس. طبعا بيبقى سيفير بين طبعا اللي هو آآ علام الدرس دي. ممكن يبقى السبب مسلا جايه من المصلز بتاعت الهيد. او اللي ما حصل بمصل سبازم. يبقى دي كلها بنسميها اكسترا كرينيال كوزز اوفيدك. فهو السؤال الدرج اخواننا دلوقتي انا لو عنده اصداع اروحكش في ايه? هو طبعا الصداع اللي بيبقى للشخص بشكل مستمر. هو آآ ببساطة خالص هو بيخش عندنا في العيادات الخارجية في مستشفى الجامعة. بيكشف الاول مسلا رمض بيشوف ضغط العين وبيشوف آآ بيكشف بعد كده بيشوف الجيوب الانفية هل فيه التباس الجيوب الانفية او التباس في الودن وده لأ. بيكشف اسنان. المهم انت بتستبعد كل طيب لو دي انا استبعدتها والصداع لسه ستيل موجود والشخص يخفش على العلاج. ابدأ اعمل بقى ام ارا اي ابدأ اعمل ستي اعمل رانين او عشان اه تتحاشى لو كل ده فيه فبنقول ان القصة ممكن تبقى لواء الصداع النفسي. طبعا ده آآ كتير وبيجي للناس في فترات الاسترس. اخر حاجة بقى معنا في المحاضرة بتاعتنا. هنتكلم على بين كنترول سيستم او بين لها اكتر من اسم يا جماعة بنسميها بين كنترول سيستم او بنسميها بين سيستم كلمة يعني خدناها المحاضرة اللي فاتت لما قلنا لكتين ناس قلت لحضرتك كلمة يعني بين وكلمة معناها معناها المسكنات او ممكن بنسميها بين موديوليشن او ممكن بنسميها الاسم دارك جدا جيت كنترول تيوري وكل ده هنفهمه لما نشوف ايه الموضوع بتاعنا انا دلوقتي لو انا جد ربت حد مسلا بعصايا السؤال هو دلوقتي فيه بين سانسيشن البين بيستمر عن طريق ويطلع للبراين وبعد فترة بيبدأ البين يقل الى ان يختفي ايه بقى اللي خلل بين ال الى ان اختفى هو عبارة عن سيستم موجود في الجسم اسمه بين سيستم او بين سيستم ده لنشرحه مع بعض حالا دلوقتي هو سيستم سهل هو بس مشكلته ان انت حضرتك يعني لسه ما اخذتوش نيرو اناتومي فقسامي النيوكياء لقولها في البريم بتبقى صعب عليك شوية فيش مشكلة انا ممكن ببقى عايزة في الانتحال حتى لو اختصارات اتس اناف يا جماعة انا بالنسبة لي اهم حاجة هي الميكانيزم اكتر من حفظ يعني تعالي نشوف ما معنى كلمة بين كنترول سيستم بين كنترول سيستم سيستم وتش كنترول بين ترازميشن ان ده سيء النقس يعني معناها اندوجيناس اندوجيناس يعني داخلي اندوجيناس يعني تسكين انا دلوقتي اما بحاول ان انا اقلل الالم او امنع الالم طالما ان السيستم ده اشتغل على كده يبقى هو السيستم اللي بيعمل تسكين للالم فبنسنيه اندوجيناس انا بنخدش اي مسكنات من الخارج لأ انا اعتمدت على نظام ربنا سبحانه وتعالى خلقه لي اللي هو اسمه بين انادجيزيا اه اه ده اللي نشوفه حالا دلوقتي جماعة لانه بيعتمد بجزء كبير على الحالة النفسية للشخص السيستم ده بيعتمد على الحالة النفسية للشخص هنشخص مثلا او هنفسر ليه الشخص في فترات السترس بيحسس بالبين اللي بنسمعها يعني مثلا الشباب لما بديك تلعب كورة توقع بتتخبط وانت في المطشة تتخبط خوطات كتير وطول ما انت في المطش انت بتلعب ما انتش حاسس بيها بمجرد لما بتراوح البيت تبدأ تحس بكل الوجع او كل الخوطات اللي خدتها اسمها المطشة بساعتها يعني من الاسم او من الحاجات الخطيئة يقول لك اصل جسمك كان سخص يا ملاحش علاقة خالص بالسخونة وبالبرودة هي لا علاقة بالسيستم ده ان انت كنت في المطش اندر استرس فالسترس بيشغل هزا السيستم اللي هنتكلم عنه حالا دلوقتي يا جماعة تماما تعالي نشوف ايه من اجياء سيستم او بمعنى كلمة 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 يعني يا جماعة كلمة كلمة يعني بوابة السيستم ده ببساطة خالص هو التشابكات العصبية ايه التشابكات العصبية دي تعالى كده نشوف مع بعض الرسمة على طول الرسمة اللي قضام حضرت ده البينباسوي اللي احنا خدناه قبل كده اللي هي نوعين الباليوس باينوس سلاميك ونيوس باينوس سلاميك كنا بنقول يا جماعة بص كده معايا انا عندي ديل فيبر ايه ديلتا فيبر اللي بتشيل فاست فيم وآدي السي فايفر اللي بتشيل سلو فيم دخلت الفيرست اوردر نيورون معايا اهي رح يتعامل التشابك عصبي عند الدور ده الهورنسل مع السبستانشج لتنوزا اوف رولندي او لمنة واحد ولمنة اتنين لمنة تلاتة ايا كان طلع بعد كده اهو طلع معايا طلع طلعت لنا طالع معايا وهو طالع اللي شهيلة ادت كولاترال وادت كولاترال اللي مين يا جماعة اللي حاجة اسمها هنتكلم عنها حالا دلوقتي وبعدين راحت عند حصل سينابس ومن السلامس لحد ما راحت انا اللي عندي ده فيه كام نيرف يا شباب اول حاجة هي الاكسون بداية الاس جي ار وطلعت ادي واحد ادي اتنين بعدين ادي تلاتة ما بين كل نيرف او ما بين فيه تشابق عصبي التشابق العصبي ده او سينابس هو الويك بوينت انت سيئة الناس هي مش بمعنى كلمة انا اقضي ان السينابس فيها خاصية ان انا اقدر اعمل لها اه تغييرات بمعنى انا ممكن ازود السينابتك ترانزميشن وممكن اقفل السينابتك ترانزميشن النيرف ده نيرف مقاوم يعني النيرف يعني دماغه نشفة دماغه جزمة ما بيستجبش قد كده اللي بيستجبه سهولة جدا معايا هو التشابق العصبي التشابق العصبي فكرته اه جماعة نشوف مع بعض اهو دي السينابس احنا قلناها تعالى نشوف مع بعض اهو انا عندي ده البوابة اهو هنا في انجري دخل وصلت لحد البراين انا فكرة السيستم عايز اقفل جدا يا جماعة قافل البوابة دي طب البين جيد دي هي ايه بقى دي هي السينابس التشابقات العصبية هنشوف مع بعض يا جماعة دلوقتي فكرة عمل السينابس ازاي وعلى اساس هنفهم فكرة بتشتغل ازاي انا عندي دول دي سينابس اهو انا دلوقتي فيه اشارة عصبية في اكشن ماشي هنا اهو استؤال بقى الاكشن بتنشل اما بيجي في الاكسون ترمنالز هنا هنا جماعة كيف ينتقل من الفيرت اوردر نيورون الى ستاكند اوردر نيورون ينتقل ازاي منها هنا دي اللي اسمها ميكانيزم اوسينات الترانزوميشن قصة باختصار عشان بس ما انطولش في الموضوع ان الاكشن بتنشل هنا بيجي في الاكسون ترمنالز ويفتح بوابات الكالسيان انا هاخد المنطقة دي كده برها اهو اهو ادي الاكسون ترمنال بتلاقي بتاعت الاكسون سمها عاملة زي العصايا كده اهو ده النار ده الاكسون ترمنال فيه اهو جماعة اللي احنا كنا قلناها على حسب نوع البين لهو ما طلع وطلع اهي ده المنطقة ليا الساينابس الفكرة ان الاكشن بتنشل اهو ده الاكشن لما بيوصل بيفتح بوابات الكالسيوم كالسيوم كوزيس اكسوسيتوزيس لهازي الفيزيكلز يعني ربشر لهازي الفيزيكل فيطلع منها يا جماعة هنا واستنابت الكلافة اللي ما بين اللي ما بين يمشي يمسك في مواجودة عند فيعمل فيها اكشن او اهو. اذا انا نقلت من من خلال عن طريق ان انا خرقت نقل كيميائي. طب مين اللي خرج نقل كيميائي جماعة ببساطة خالص هو ايونات الكالسيوم اللي هي قدام حضرتك دي. يعني معنى كده اقدر اقول ان هي البوابة اللي بيعبر بينها من خلية الاخرى. طب والمفتاح بتاع البوابة دي مين يا جماعة? هو ايونات الكالسيوم اهو. المفتاح بتاعها هو الكالسيوم ايونز. فكرة بقى ان الجي سيستم ببساطة خالص او انه بيقفل البوابة. عن طريق ان هو بيقفل بوابات الكالسيوم. فلما اقفل بوابات الكالسيوم ايه اللي يحصل يا جماعة? كده الاكشن بتنشل مش هيعرف يطلع الكيميكال ترانزميتر وبالتالي الاكشن بتنشل هيقف عند ومش هينتقل من دي فكرة ببساطة. يعني تعال كده اللي جاية دي اهو. يعني انا بطلع مسلا مادة كيميائية هو السيستم هو فرز مادة اسماء انكفلن. هي قدام حضراتكم ايه? انكفلن. هنكلم عنها حالا دلوقتي. الانكفلن ده مسك فريسيبتر عنده. دي اهو. دي اهو. ماشي كده? هو اللي قدامي ده اللي هو مين ده? اهو. ده انكفلن طلع مسك فريسيبتر بتاعته على الفريسيوردر نيورون. رح فتح بوابات الكلور. دخل الكلور. فعامل ايه في الخلية? اهدخلت من بر الجوه. عملت في الخلية هايبر بولاريزيشن. فلما حصل هايبر بولاريزيشن قفلت بوابات الكالسيا مشوط اهي. انا انا عايز النقطة دي سيبكم من الكلام اللي في النص ده. حصل بلوك اوف دا كالسيا متشانل. فقادل الكيميكالترانزوميتر هو اللي هو مين? مطلعش الكيميكالترانزوميتر. وبالتالي الاكشن بوتنشا الوقف فين? وقف هنا. ما عداش. ما عداش من الفرس الى الساكند اردن نيورون. دي فكرة البين ان الجيش ده سيستم او البين كنترول سيستم يبقى البين كنترول سيستم بيعمل خلي بالك انا فيه عندي نيورون. النيورون دي اللي هيا الفرس اسمها نيورون. طب والتانية دي اسمها انا اشتغلت على مين? على البري ولو على البوس? اشتغلت على نيورون ما اشتغلتش على نيورون يا جماعة. تمام. طيب بيكو من ايه بقى السيستم ده جماعة? اهو نشوف تاني برسمة هي اللي هنشتغل عليها قدل فرس توردان نيورون. اهو ده الجيت ايه. بطلع علنقل الكيميائي اللي هو جلوتاميات او فيه. طلع. ادي الشخصة اللي حاسب صح كده? هعمل ايه بقى? هقفل البوابة اللي عندي دين. تمام. تعال نشوف بقى. طب انا عايز اعرف بقى هو ايه ده? موجود في الجسم تعال نشوف مع بعض موجود فين يا جماعة. ده بيكون من. المنع جاي من فوق. بيبدأ من فوق خالص يا يا جماعة من عند السيليبرا الكورتكس. الهايبوثالامس. ميد برين. البونز بنزل مواد كيميائية تقفل بوابات الكالسام اللي موجودة في الحبل الشوكي في وبالتالي كده هامدع فروج الكيميكال يبقى هنا المنع جاي من فوق. او ممكن يكون المنع جاي من على مستوى السباينا الكورد نفسه. عشان كده احنا هنقسمه قولها حاجتين. هو سهل. مش صعب. هي بس الاسماء اللي جاية هي اللي صعبة شوية. لكن الموضوع سهل ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض كده الكمبولنت في عبارة عن ايه? اهم. انا عندي تحت ده اللي هو مين? ده السباينا الكورد ده. شوف بقى المنع بدأ من هنا يا جماعة كده? تعالوا كده مع بعض. بدأ من فوق خالص من عند الهايبوثالامك اريا. اسمها اوكاي. ادي نمبر ون. نمبر تو. دي موجودة فينا يا جماعة? موجودة في تلاتة. نيوكليس راتي ماجنس. او راتي ماجنس نيوكليس. دي موجودة في والموضلة او لونجاتا. اربعة. وده موجود في يبقى ده اسمه خلي بالك المنع بدأ من اين? بدأ من فوق خالص من عند الهايبوثالامك. هي قصة ببساطة بس ده. هيفرز مادة هتشغل دي. ودي دهي التانية دي هتفرز مادة تشغل رقم تلاتة. وتلاتة هتفرز مادة اتشغل رقم اربعة. واربعة تقفل بابات الكلسة. يبقى المنع جاي من اين يا شباب? جاي من فوق. يعني انا المطلوب من حضراتكو لو الاسماء صعب عليك شوية. ممكن ناخد الاختصارات عادي. ما فيش مشكلة. يعني يعني البي اي جي دي بي اي جي دي معروفة. الرافي ماجنس نيوكليس الاري من. تعال نشوف بقى الكلام ده معنى ايه? شوف بقى الرسمة اللي جاية دي. اهو دي اللي انا كنت قلت عليها ده الصينابس اهو. كمام. بص بقى معي. في حالات سيفير استرس. بشغل السليبرا كورتيكس. ده مركز العواطف. الهايبوثالمس. كل ده يبعث للفري اكو دفتر جري ماتر. خلي بقى لك اهو انا انا في حالات الاسترس كونديشن. يبقى انا كده هتفسر لي يا جماعة. زي ما قلت لحضرتك من شوية. انا ليه فترات الاسترس ما بحسش بالبين. لان انا بشغل الاسترس بيشغل الليمبك سيستم. الليمبك سيستم ده اللي هو عبارة عن العقل الباطن. اللي هو ايه العقل الباطن ده? عبارة عن كورتيكال اريا اللي هي سليبرا كورتيكس. وصاب كورتيكال اريا اللي هو مين يا جماعة اهمهم الهايبوثالمس هو كل ده على فكرة اسمه الليمبك سيستم يعني. بس يبقى الكلام منطقي اوكاي? كل ده يعمل ايه يا جماعة? بيفرز مادة كيميائية اسمها اللي تشغل اهو انا فرزت اهو. هقول لكم حالا دلوقتي الاندورفن ده. الاندورفن ييجي على اللي موجودة في الميت برين. يمسك في ريسيبتور اسمها في البي اي جي. يحفز انها تفرز الانكفالن. يتفرز من البي اي جي. يروح على اللي موجودة في الميضالة اولونجاتا. يمسك في ريسيبتور اسمها اوبيويد ريسيبتور في الرافي ماجنس نيوكليس. استيروتونين. استيروتونين بقى ينزل فينا يا جماعة على يشغل الانكفالن مرة تانية. الانكفالن يقفل بوابات الكالسيوم فيتوقف افراز الجلوتاميت والسابستانس فيه فيختفى الاحساس بالقلم. يا الله ما اجمل هذا الكلام? الكلام في منتهى الجمال. قصة ببساطة ان كل نيوكليس من اللي انا قلتها من الاربعة اللي انا قلتهم او. واحد الهايبوتالمس. اتنين البي اي جي. تلاتة الار ام اند. اربعة البي اي سين. اها يا جماعة ادي البي اي سين. انا فرست مادة كيميائية. شغلت اللي تحتي واللي تحتي شغلت اللي تحتي. ودي شغلت اللي تحت. لحد ما في الاخر جيت في البستيرو هورنسلت على سباينال كورد. فراسة الانكفالين. فراح الانكفالين قافل بوابات الكالسيوم. فبالتالي منعت الريليزت على الكيميكال ترانزميتر. فلا هيحصل للنهاية ان الشخص اللي كان حاس بالبين ده ما عادش حاس بالبين. تمام? طب ايه بقى يا دكتور الاندارفين وايه الانكفالين وايه الريسيبتور اللي انت قلتها الابيويد دي. بص يا جماعة في عندي نبات موجود في الطبيعة اسمه اوبيوم. اوبيوم اه اللي هو اسمه الخشخاش. اوبيوم ده اللي بيشتاق منه مادة اسمها مورفين. المورفين دقات الالم ده دايما بندل الناس اللي عندها كانسر. لو واحد عمل عملية عمل شايل ورم او كان هو عنده ورم فبياخد بندله دايما المورفين ده جماعة. ربنا سبحانه وتعالى فارس جوه جسمك جوه جسمك مواد مورفين. فبنسميها انضيجنس اوبيويد. كلمة اوبيويد Bernasgic. جيب مين بقى جيبن الابيوم اللي هو النبات ده? الرسيبتور اسمه اوبيويد رسيبتور. منها الانضارفن والان كفالين. او يا جماعة انضارف und انكفالين. دول بيشتغلوا على اوبيوايد رسيبتور. اللي موجودة فين? اللي موجودة في الهايبوثالاماس و موجودة في و موجودة في البونزول موذل أبولونجيتا. عشان كان دايما يا شباب ان بعد الاحساس. بالقلم بيكون فيه احساس من الراحة لحد ما. ليه? لان اتفرس جوا جسمك اتفرس جوا جسمك مواد اه 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 بين كيلر. ودي دايما بتدي احساس باستعادة. يعني طبعا في ناس كترة جدا بتضمن المشتقات بتاعت او المورفين ومشتقاته ده. هو مش بياخدها عشان بين كيلر. لأ هو بياخدها عشان سينس اوف يفوريا. يفوريا ان هو حاس ان هو كويس ان هو سعيد ان هو احسن وحاس في الدنيا. وهكذا. في مسلسل لو حضركم بتفرج عليه كان اسمه دكتور هاوس. هو الراجل ده كان مدمن. الراجل ده لما اتمنع لما اخدوه حبسوه ومنعوا عنه منعوا عنه جماعة المادة المدمنة اللي كان بياخدها دي. ايه الراجل ده عمل ايه? قصر ايده. هو قصر ايده ليه? عشان يحصل يحس وبعد يكون فيه دايما يكون فيه سعادة. يكون فيه احساس ان هو حاس بالراحة النفسية. المدمنين الناس المدمنة هي المشكلة ان انت لما بتاخد اكسوجنس مورفين من برة بيتوقف الاكسوجنس اللي موجودة داخل الجسم. ده هتخضوه بالتفصيل السنجان شاء الله في الفرما. تبع درس اسمه اوبيويد دراكس. اوكي. تمام. تعالا بقى نشوف اللي بيجي من على مستوى الاسباينر كوردي اتسالف. انا اللي واخده اللي فات ده كان جاي من فوق وفسرنا ظاهرة الاستريس انا زيان. انا فيه عند حضرتك بص بص خالص اهو. اهي داخلة وصلت عاملة الحزب البين. انا كل القصة بقى عايز اعمل لها جماعة بص. عايز اعمل لها بلوك. عامل لها بلوك هنا. عنده السبستانج اللي تنزق في اولاندي. يبقى المنع هنا جاي منين? جاي عن طريق تانية اهي. فايبر جنب السي فايبر. فايبر تانية منعت الفايبر دي. يبقى انا هنا المنع الجاي من على مستوى سباينال كورد فبنسميه سباينال انهيبيشن. تعال نشوف بتحصل ازاي بقى? وايه او بتاعها. اهو بص معايا كده يا جماعة. اهو. انا عندي اهو. اللي بتشال عن طريق السي اللي هتدي الاحساس بالبين. الشخصي نحاس بالبين. لما اجي اعمل رابنج للاسكن. اعمل مساج للجلد. ليه الاحساس بالقلم بيختفيه? القصة ببساطة ان انا لو بعمل رابنج فانا بشغل انادر فايبر اسمها اي بيتا فايبرز. الاي بيتا فايبرز زي ما حاجة شاف يا جماعة بتدي كل لاترالز. كل لاترال. اهي قدام حضرتك. اهي قدام حضرتك. انتر نيورون. الانتر نيورون. فتغفل بوابات الكالسيوم. فلم هتوقف البين هنا. او. التدليك او المساج. وهتاخدوا السنجان ان شاء الله في الاااا. تاخدوها السنجان ان شاء الله برضو في الفارما. اوكاي? اللي هي ممكن تعمل هتلاقي من ضمنها او رابنج او رابنج او الناس يقول لك اسلوه بيزود الدم اللي رايح ملوش علاقة عنه والله بيزود الدم ولا الكلام ده قرصة. وبقتص ان انا او المساج انا بشغل نوع من الفايبرز اسمها ايه بيتا فايبرز اللي بتدي بتقفل الفايبرز اللي شاهدها الاحساس او او توقف الاحساس. تعال نشوف بقى فايبرز تانية. اهو. شوف بقى انا عملت ايه? اخد بالك كده معي. روح تمشغل الايه دلتا فايبر. ايه دلتا فايبر ديه اللي خدناها في المحاضرة اللي قابل كده? اللي كانت بتشيل فاستين. نفس القصة. هتم عاملة بديها كلاترل او انتر نيورون. الانتر نيورون تفرز انكفلن. هبيختفل احساس بالقلم. يعني معنى كده يا جماعة ان الفاست بين كان ريليف سلو بين. وده اللي بيفسطر لي حاجة اسمها الاكو او تشاينيز الابرة الصينية. ناس كبيرة جدا جدا جماعة دلوقتي بتتعليق بالابرة الصينية. خصوصا لو الكوز اللي مسبب ما ينفعش ان انا اتدخل فيه مسلا جراحيا. يعني مسلا واحد عنده غضروف. بس الراجل ده مش معقول ان انا هسيب الراجل يتوجع او هسيب الشخص ده يتوجع. فبيعمل جلسات الابرة الصينية. جلسات الابرة الصينية الدكتور بيحدث درماتومز معينة. الدرماتومز دي بيحقن زي ما انت شايف كده او بيحط الابرة زي ما انت شايف كده. فيشغل السي فايبر. يشغل اسف الايدلتافايبر. الايدلتافايبر اللي تبعت كلاترال توقف مين يا جماعة? توقف السي فايبر عن تريل انكفالين. هنا بقى المنع جاية على مستوى مين? زي ما انت شايف مش من فوق. المنع جاية من على مستوى سباينال انرجيزيا. الاكوبانكشور ده موجودة في الصين من اربع تلاف سنة. انا ده مثل افتين ريليف يعني وطلع منها برضه جماعة عارفين انتو الحلان او الحاجات اللي بتتلبس في المنخير وتتلبس في الودان ومش عارف ايه والحاجات دي دي برضو فكرة وفكرة هتاخده برضو في الفرما ان شاء الله حاجات اللي بتعمل عشان يعمل ريليف لبين. هتقول لي طب ما ده فين وده فين? لا هو الفست فين ده قلم بيجي بسرعة بيختفي بسرعة لكن هو اللي هو اللي مستمر معا يا جماعة هو ده اللي انا بحاول ان انا اعمله آآ عن طريق زي ما انت شايف اهو ده مسلا شخص كان عند ده شخص عنده آآ وبيعمل بين مسلا ده شخص عنده لامبر ديسك او عنده ديسك عنده غضروف في المنطقة دي وبيعمل آآ آآ كمان يبقى والاكوبانكشر ده كلها بتاعت آآ احنا خدنا النهاردة تلات موضوعات مهمين جدا موضوع عرفنا بتاعه والقلم اللي بيسمع بتاعته وخدنا واهم عندي والكاردياك بين وكلمنا على المسال من الكاردياك المسال من اللي هو الهدك عرفنا الهدك الصداع آآ انواع الصداع واسباب الصداع والريفرنس داع الصداع وعرفنا اخيرا او او ازاي نظام تسكين القلم اللي موجود عندنا في الجسم يشتغل يا جماعة سواء كان جاي سبرا سباينل او جاي سباينل آآ ان شاء الله نشوف حضرتكم على خير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته